السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة 6 أهلا بكم النهاردة إن شاء الله هنكمل lesson 2 الدرس الثاني من يانة 2 من الوحدة الثانية كان فيه grammar وكان فيه نص صغير كده هنقرأ وكمان حل تمرين الدرس كل ده هيكون في فيديو النهاردة إن شاء الله فهنركز يا أبطال ونقبر صورة ونعلي الجودة ولايك الجميلة بتاعتك ورأيتك وقلمك و let's get started يلا بنا نبدأ أول جزئية grammar هنتكلم فيها أولاد هنتكلم في ال grammar الأول وإنت مصح صح كده معي فأول جزئية grammar هنتكلم فيها وهي مهمة قوي قوي ضمائر الوصل إيه ضمائر الوصل بص إحنا عندنا ثلاث كلمات who which where ثلاث كلمات طبعا إنت دلوقتي بتقولي ما نعرفهم هي who أداة استفهام بمعنى من which أداة استفهام بمعنى أي where أداة استفهام بمعنى أين تمام برافو عليك صح بس خلي بالك هم ليهم معنى تاني وده اللي أنا هتكلم فيه النهاردة who which where who which where ليهم معنى تاني آه بيكونوا ضمائر وصل يعني إيه يعني هو معناها التاني الذي أو التي which الذي أو التي where حيث إذا طيب أنا أعرف منين هم معناهم أداة استفهام ولا ضمائر وصل بص إنت هتلاقيهم جايين في نص الجملة هتلاقي قبل هو عاقل هتلاقي قبل which غير عاقل أو أي حاجة غير الإنسان هتلاقي قبل where مكان يبقى هنا دول ضمائر وصل يعني إيه يعني هنقول مثلا the teacher who المدرس الذي the man who الرجل الذي mister مصطفى ماله is the teacher هو المعلم who الذي who مثلا teaches us اللي بيدرس لنا English 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 ضمائر الوصل دي أبطال بيتيجي علشان تديني معلومات إضافية أنا اديتك معلومة إضافية عن مستر مصطفى مستر مصطفى مدرس بس ضفت على المعلومة دي هو اللي بيدينا English Mr. Mustafa is the teacher who teaches us English طيب هو ليه مستر ما قلتش Mr. Mustafa is the teacher which أو Mr. مصطفى is the teacher where لأ أنا ما ينفعش أستخدم which أو where ليه لأن أنا عندي عاقل teacher مدرس عاقل فهجيب هو طالما في عاقل أجيب بعد هو طيب طيب كمان مثال حاضر يلا ناخد يا أبطال كمان مثال أنا أشاور على راجل وهقول this is the man this is the man هذا هو الرجل هو برضو أو هو له لأن the man عاقل طالما عندي عاقل إنسان أجيب بعد هو إنسان مفرد أو جمع the people who the boys who the girls البنات who لأنه معاقل the man who the teacher who the woman who this is the man who this is the man who هذا هو الرجل الذي runs after بيشرف على the sports club النادي الرياضي أديتك معلومة عن الراجل بس تخدم ضمير الوصل علشان أدي لك معلومة استخدمت هو ليه؟ لأن قبله عاقل يبقى دا يا أبطال بالنسبة لأول أداة وصل هو الذي وبيكون قبلها عاقل قبلها إنسان مفرد أو جمع طيب تعالى لتاني حاجة تاني حاجة عندنا إيه أبطال عندنا which which برضو معناها الذي أو التي بس قبلها غير عاقل أي حاجة غير الإنسان خلاص؟ نقول the ball which تمام؟ أقول مثلا the shirt القميص which ما قدرش أقول هو لأن القميص غير عاقل هو قبلها عاقل قبلها إنسان لكن هنا القميص القميص شيء غير عاقل the shirt which I bought القميص سلي أنا اشتريته was expensive كان غالي يبقى هنا the shirt which تمام؟ the ball which the door which أي حاجة غير الإنسان أقول which هقول مثلا the ostrich النعامة is the bird which can't fly هو الطائر اللي ما بيعرفش يطير يبقى دا يا أبطال بالنسبة ل which أبلها إيه؟ أبلها غير عاقل طيب هو أبلها عاقل طيب which أبلها غير عاقل تعال بقى لوير وير يا أبطال يا حلوين معناها حيثو بس دي بقى أبلها مكان وركزوا معايا لو سمحتو وير حيثو بيكون أبلها مكان أقول the school where المدرسة حيثو the building where المبنى حيثو the place where المكان حيثو طيب أجيب مكان هجيب بعد وير ركزوا يا أبطال معايا هنا وبعد وير جملة يعني إيه جملة؟ يعني بدأ بفاعل وفعل وهنشوف مثال دلوقتي وجملة تعبر عن نشاط جملة تعبر عن نشاط يحدث في المكان مش فاهم يا مستر بص يا أبطال this is the school هذه هي المدرسة المدرسة يا أولاد مكان where حيثو I learn this is the school where I learn نحن ركزوا معايا يا أبطال this is the school where I learn هذه هي المدرسة حيثو أتعلم بص الوير كده اللي معناها إيه؟ اللي معناها حيثو قبلها إيه؟ قبلها مكان بعدها إيه؟ جملة فاعل وفاعل تبقى جملة الجملة دي I learn ده نشاط بيحصل في المدرسة بتعلم بلعب بذاكر باكل نشاط أو حاجة بتحصل في المدرسة تمام؟ ده بالنسبة الوير طيب كمان مثال هقول مثلا دكتور أحمد زويل ما بنى الدكتور أحمد زويل؟ is the place هو المكان where حيثو حيثو إيبا is the place where we study science هو المكان حيثو ندرس علوم يبقى بندرس علوم دي جملة بتعبر عن نشاط بيحصل في المبنى ده بندرس علوم يبقى بالنسبة الوير قبلها مكان مدرسة مبنى مستشفى حديقة تمام؟ قبلها مكان وبعدها جملة يعني فاعل وفاعل جملة والجملة دي معناها نشاط بيحصل في المكان ده طيب افرد جملة بس مش نشاط بيحصل في المكان ده يبقى أنا آسف ما ينفعش where إيه دا وأنا جيب مين؟ هنجيب which إزاي؟ هقولك وهقولك جملة من عندنا من الدرس وأنا بتكلم على مدرسة الفؤاد الفؤاد سكول هقول مثلا a place مكان المفروض أقول where لا هقول which ليه بقى؟ شمعنا يعني لأن بعدها جملة بس الجملة اللي هتيجي ده مش نشاط بيحصل في المدرسة we are proud of a place which we are proud of مكان أو المكان اللي إحنا فخورين به هو إحنا فخورين بالمدرسة هل ده نشاط بيحصل في المدرسة؟ لا النشاط اللي بيحصل في المدرسة إننا بنجري بنتعلم بناخد حصص بنأكل تمام؟ ده نشاط بنلعب رياضة ده نشاط بيحصل في المدرسة لكن أنا فخور بيها لا ده مش نشاط تمام؟ فاستخدمت which يبقى نراجع تاني على ضمير الوصل who قبلها عاقل سواء كان مفرد أو جمع إنسان مفرد أو جمع أجيب who which قبلها غير عاقل جماد نبات حيوان أي حاجة غير الإنسان أجيب بعدها which اللي هي الذي أو التي طيب عندي مكان أجيب where وبعد where بتيجي جملة تعبر عن نشاط بيحصل في المكان ده تاني حاجة في الجرامر يا أولاد علشان ننتقل بقى للدرس بتاعنا تاني حاجة في الجرامر أكيد أنت بتقابلك كلمات شبه بعض زي interested آخرها ed و هي الإنة نزلت والإنة هالي طيب نقول تاني interested آخرها ed و interesting آخرها ing excited آخرها ed و exciting آخرها ing آخرها ed و ايه وبورن خلاص بقى أنت فهمتاني بورن آخرها ing amazed آخرها ed و amazing آخرها ing كيف هكده عندنا نوعين من الصفات صفات منتحية ed و صفات منتحية ing بعض المدرسين يقولك الفرق بينهم أن اللي بال ed للعاقل وب ing لغير العاقل لو أنت بتوصف حاجة غير الإنسان ing لو أنت بتوصف إنسان ed الكلام ده صح بس مش دايما مش دايما ليه لأنك حتشوف دلوقتي ممكن إنسان وأوصفه بال ing ing طيب أنا هقولك إيه الفرق بين الاتنين بكل بساطة الصفات اللي منتهية بال ed وصف الشعور اللي أنت بتحس بيه أنت حسس بيه interested مهتم مهتم بحاجة excited مثار bored زهقان amazed مذهول يبقى ed الشعور طيب ing اللي وصلك للشعور بقى مسبب الشعور مسبب الشعور حاجة هي لوصلتني للشعور ده interesting حاجة شيقة خلتني interested وصلتني لأن أنا أكون interested مهتم حاجة exciting مسيرة فوصلتني إن أنا بقيت excited مثار حاجة boring مملة فوصلتني إن أنا بقيت bored زهقان حاجة amazing مذهلة فوصلتني إن أنا بقيت amazed مذهول يبقى بال-ing لمسبب الشعور الحاجة السبب اللي خلتني أحس الإحساس ده هل ينفع استخدم ing للعاقل آه عادي لو أنا قاعد بشرح لك حصة و مخليك منتبه معايا ومركز معايا ومتشوق معايا أنت هتبقى قاعد interested وأنا اللي واعف قدامك interesting أنا اللي وصلتك للشعور فممكن أنا الإنسان أكون بال-ing ممكن أنا أكون ممل وأنت قاعد زهقان فأكون boring وأنت قاعد bored تمام فالصفة اللي منتهية بال-ED خلينا نقول أن الصفة اللي منتهية بال-ED لوصف الشعور أنت حاسس بإيه بال-ED والصفة اللي منتهية بال-ing المسبب اللي وصلك للشعور مثال صغير نختم به the film يا ترى الفيلم كان اكسايتد ولا اكسايتنج لا اكيد اكسايتنج ليه ما هو الفيلم هيبقى حاسس بالإثارة وفي فيلم بيحس طيب وبالتالي انا وانا بطفرج على الفيلم شعوري بقى اكسايتد بالإيدي وصف الشعور بالإيدي والمسبب اللي هو الفيلم اللي هي القصة المسلسل تمام؟ ده بالإي إن جين فاحنا دلوقتي اتكلمنا في الجرامر بقى حاجة صغيرة برضو في درس النهاردة يلا بينا ابطال نبص مع بعض على الشرايح اللي هتظهر لنا دلوقتي ودلوقتي ابطال نبص مع بعض على الجزء التاني من الدرس التاني واول كلمة عندنا فانتاسي الواء الخيال عارف انت لما تشوف قصة أو فيلم بيحكوا عن مثلاً حد بطير في السماء بسافر عبر الزمن الحاجات دي فانتاسي 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 اللي هو الخيال فانتاسي تي في سريز يعني مسلسل تلفزيوني تي في تي في التي كابتال والفي كابتال سريز اللي هو المسلسل تي في سريز تي في سريز أوكي مسلسل تلفزيوني وممكن تقول افانتاسي تي في سريز يعني مسلسل تلفزيوني خيال بيحكوا عن الخيال تي في سريز تي في سريز مسلسل تلفزيوني في مسلسل تيفي سيريز أو فانتاسي تيفي سيريز اسمه واندالاند فهقول واندالاند is a فانتاسي تيفي سيريز محبوب بين أو مشهور بين أو شائع بين يعني أنت شايف المسلسل المسلسل الآن يتعرض في التلفزيون popular with people يعني شائع ومحبوب ومنتشر بين الناس popular with people الناس والناس من كل الأعمار يعني ما تقوليش الشباب بس كبار بس صغيرين بس لا people of all age groups الناس من مختلف الأعمار علشان كده حنقول جملة على المسلسل ده اللي هو wonderland it's popular with هو مشهور بين ومحبوب بين people of all age groups الناس من كل الأعمار كل الأعمار كبار وصغيرين بحبوا take place يحدث بتسوي happen take place take place take place يحدث هي هي happen يحدث المسلسل ده بيحدث في المستقبل علشان كده هو شيق يعني ايه take place يحدث take place وhappen يحدث future المستقبل future 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 هنقول كده it takes place in the future بيحدث في المستقبل البنت دي ركبة آلة الزمن ومسافرة رايحة المستقبل future it's interesting المسلسل هقول عليه interesting شيق هوصفه بال-ing مقدرش أقول interested هو مهتم المسلسل مهتم المسلسل شيق it's interesting ايه السبب ايه اللي خليها شيق وكل الناس يعني بتحبوا because it takes a place بيحدث in the future في المستقبل planet كوكب planet 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 كوكب لو شلت ال-ي تيبقى planet نبات لكن planet كوكب humans البشر humans 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 البشر ولو قلت human بشري humans البشر humans earth الارض كوكبنا our planet earth ال-e capital لأن أول حرف في الكواكب capital earth 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 الارض earth earth في جملة بتقولك ان humans البشر live on a planet بيعيشوا على كوكب دي قصة المسلسل البشر بيعيشوا على كوكب بس مش الأرض لا كوكب called wonder اسمه wonder ايه ده والأرض ما لها سيبنا الأرض because بسبب the earth is now too hot أن دلوقت الأرض حر قوي فسبنا الأرض ومشينا because the earth is now too hot لأن الأرض دلوقت حر جدا فسبناها وروحنا كوكب اسمه wonder return يعود return يعود والماضي returned عادة فعلى منتظم هنضيف ed return returned return returned look for يبحث عن look for look for what are you looking for أنت بتدور على إيه I'm looking for my book I'm looking for my pen أنا بدور على كتابي أنا بدور على ألمي فالlook for يبحث عن look for free ده اسم ولد في المسلسل أو بطل المسلسل wants to return يريد أن يعود to earth إلى الأرض يعود ترجع يا فري ما تخليك فو عنده مع البشر to look for ليبحث عن his family أيلته كلمة alive يعني حي أو على قيد الحياة أو عايش عكس ميت النبات ده dead ميت لكن النبات ده alive عايش على قيد الحياة alive 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 he هو الوفري العاوز يرجع thinks بيعتقد his family إن عيلته is still alive ما زالت على قيد الحياة لسه عايشة alive decide to يقرر أن يا ترى يا فري هتقرر إيه decide to decide يقرر بيجي بعدها to وهيجي بعدها فعل في المصدر decide to return decide to hide استخب decide d-e c-i d-e سهلة d-e c-i d-e decide to يقرر أن يختبئ hide hide فكر hide and seek يختبئ hide ماضيها hide 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 space ship يعني سفينة فضاء أنا ممكن أقول hide on a space ship يستخبئ في سفينة فضاء في سفينة فضاء جاء الأرض فري قرر أن يستخبئ فيه space ship space ship سفينة فضاء space ship سفينة فضاء space ship space ship شوف الجملة دي بتقول he الوفري decides to يقرر أن hide يستخبئ on a space ship في سفينة فضاء which is traveling to earth واللي مسافرة الأرض السفينة دي مسافرة جاء الأرض هو قرر يستخبئ فيها I'm excited بص أنا بالإيدي أنا متحمس شعوري excited متحمس to see what happens next إني أشوف اللي هيحصل بعد كده يطر هيحصل إيه ostrich نعمة ostrich ostrich فاكر لما كنا بنقول the ostrich is the bird which الطائر اللي علشان غير عاقل which which can't fly the ostrich نعمة repeat يعيد أو يكرر repeat والماضي repeated repeat repeated repeat repeated repeat repeated repeat يعيد أو يكرر أو لك repeat after me كرر وراي عيد وراي repeat repeated humans humans البشر احنا قلناها قبل كده humans humans احنا دلوقتي وصلنا لاخر سلايد يلا بينا ابطال نفتح الكتاب بتاعنا ونبص مع بعض في الكتاب يلا بينا طيب احنا دلوقتي فتحنا الكتاب بتاعنا ما كناش قرين الكلمات دي لان هي كانت كلمات واندالاند والفؤاد سكول فاتعال نقراها كده كلها مع بعض مبنى building صالة العاب رياضية gymnasium فناء أو ساحة court سفينة فضاء spaceship معمل علوم laboratory نفورة مية water fountain صيدلية pharmacy حديث modern ملعب playground معدات equipment ساحة لعب playing field مقعد ثابت bench موقع استعلامات سياحي tourist information website technology المعلومات information technology وبختصرها ال-i-t computer مكتبي desktop computer نادي رياضي sports club الجنباز gymnastics computer محمول laptop كرة القدم الخماسية five aside football قسم department حاسب لوحي tablet خيال fantasy نعامة ostrich مسلسل تلفزيوني tv series التربية الرياضية physical education على قيد الحياة alive مبنى تكنولوجيا المعلومات IT building البشر humans يستعير burrow والماضي burrowed هضيش ED يعود return والماضي returned عهد يختبأ hide والماضي head يختبأ يدير run والماضي ran ضارة معنى تاني زي يجري فخور be proud of i'm proud of my school يبحث عن look for يدير او يتابع run after او يشرف على مشهور be popular او مشهور بين popular with لمختلف الاعمار of all age groups يقوم بتجارب علمية do experiments يحدث take place ارينا نص الفؤاد school ودلوقتي هنقرأ نص wonderland wonderland ده اسم مسلسل is a fantasy tv series مسلسل تلفزيوني خيالي which غير عاقل which is popular with واللي هو منتشر بين people of all age groups الناس من كل الاعمار it's interesting because هو شيق علشان it takes place in the future وبيحصل في المستقبل on a planet called wonder على كوكب اسم wonder this is a world هو العالم العالم ده مكان where حيث هجيب نشاط بيحصل في العالم ده humans live الناس بيعيشوا البشر بيعيشوا where humans live حيث يعيش البشر because the earth is now too hot لأن الأرض دلوقتي حر أوي فسابوا الأرض ورحوا وانضى الناس the series المسلسل tells the story بيحكي قصة of a boy called fray ولد يسمى fray who لأن fray عاقل who fray وانضا وانضا which سفينة فضاء غير عاقلة which which is traveling to earth اللي مسافر الأرض the problem is he doesn't really know المشكلة أنه fray ما يعرفش أصلا where his parents are أين مكان أباؤه ينزل الأرض الكوكب يدور على أباؤه and he might not find them واحتمال ما يلاقيهمش I'm excited أنا متحمس to see what happens next علشان أشوف وأعرف اللي حصل بعد كده طبعا ده الجرامر اللي إحنا شرحنا هنا بيقول لك الصفات اللي بلقيه دي الشعور بتاعي interested مهتم tired متعب شعوري متعب لكن interesting شيق tiring متعب هي اللي وصلتني هي السبب في كده الحاجة دي هي السبب tiring متعبة surprised متفاجئ لكن في حاجة اسمها surprising مفاجئ هي اللي وصلتني كده bored زهقان لكن في حاجة اسمها boring ممل هي اللي بتوصل للشعور ده excited متحمس لكن في حاجة بقى exciting مثيرة نصحح الخطأ ده بيقول لي the children are very excited الأطفال ايه because they have new toys لأن عندهم ألعاب فالأطفال excited متحمسين شعورهم ده she was surprising هي كانت مفاجئة to see her old friend دينا لا هي كانت متفاجئة surprised is this is this the bike who لا bike غر عاقل أو which is this the bike which you bought شبرا is the place which I live لا where مكان أو الحيث is ماجد the boy the boy عاقل أو who the boy who lives in your building حمزة like the house محب المنزل المنزل مكان تمام who he was born لا where he was born حيث ولد the book was really bored الكتاب كان زهان لا الكتاب مش زهان الكتاب ممل boring and I couldn't even finish reading it today's math lesson حصة المث النهاردة was very interested كانت مهتمة لا كانت interesting شيقة it's a very excited film ده فيلم متحمس لا الفيلم مثير exciting film this is the classroom this is the classroom ده الفصل which الفصل مكان أول where where we study science حيث ندرس علوم the film where I saw استنى الفيلم غير عاقل أقول which الفيلم اللي I saw وشفتو yesterday was great jack is a mechanic jack هو المكانيكي ده عاقل ده إنسان أول who fixes my car I saw عمر in the park أنا شفتو عمر في الحديقة الحديقة مكان أول where حيث we often play football Mr. عماد is the teacher teacher عاقل أول who مش which who helps me a lot this is the house ده هو البيت where لأن البيت مكان we live حيث نعيش طيب these are the shoes أختر the shoes غير عاقل أول which I wear for school Sarah is the girl girl للبنت عاقل أول who sits next to me in the English class I have a new car new car عربية جديدة غير عاقل أول which helps me go to work faster the supermarket is the place هو المكان أول where we buy food حيث نشتري الطعام the movie is a الفيلم الموفي الفيلم is a I want to watch it again أنا مش هتفرج عليه تاني لأنه هو boring ممل she is a in languages هي ايه باللغات she likes studying English and French بتحب تدرس انجليزي وفرنساوي مهتم interested the results of my brother's tests نتائج امتحانات أخويا النتائج متفجأة لأ مو فجأة are surprising we are proud of him احنا فخورين بي a pharmacy الصيدلية is a shop هي محل ده مكان أولو where we can buy medicine I worked a lot yesterday عملت كثيرا بالأمس I was really فهنا دلوقتي tired متعب لكن tiring متعب طيب عندنا بعد كده التمارين العامة فأول سؤال هو سؤال استماع هنجيب نص الاستماع unit 2 بيقولي the west court الفناء الغربي is a large open area the west court is a large open area in our school there is a playground فيها playground and playing shield وبعد كده قال لي there are also يوجد أيضا benches مقاعد to sit on لتجلس عليها under the trees there are يوجد benches مقاعد to sit on لتجلس عليها under the trees تحت الأشجر and a water fountain ونفورة ماء children can also grow plants with Mr. Mahdi meaning can grow plants with Mr. Mahdi children الأطفال he is the teacher هو المعلم هو الذي helps in the garden اللي بيساعد في الحديقة Mr. Mahdi is the teacher who helps in the garden طيب عندنا البوكس gymnasium plant proud science restaurant I'm a student in السلام school أنا تلميز في مدرست السلام I love my school بحب مدرستي it has a large garden بها حديقة كبيرة where we learn to حيث نتعلم where we learn to plant بنتعلم النزرة there are modern classrooms في فصول حديثة with laptops وفيها laptops we have two laboratories عندنا معملين where we study حيث ندرس science العلوم they build a new building بنوا مبنى جديد it will be a حيكون المبنى ده a for playing sports للعب الرياضة أكيد مش مطعم هيبقى gymnasium I'm very A of my school I'm very proud of my school القطع عندنا فقرة اتنين طلب سامرايز لا طيب ايب راندالاند is a fantasy tv series مسلسل تلفزيوني خيالي which is popular with مشهور بين people of all age groups it's interesting ليه because it takes place in the future بيحدث في المستقبل on a planet called Wanda Wanda this is a world where humans live العالم اللي ناس بتعيش في because the earth is now too hot لأن الأرض حر جدا دلوقتي the series tells the story of a boy called Frey ولد اسمه Frey who wants to return to earth عوز يرجع الأرض ليه to look for ليبحث عن his family Frey is a clever quiet boy ولد ماهر مؤدب who finds life on Wanda ruling he doesn't have many friends معنذر صحاب but he thinks perhaps ربما his family is still alive فعلت ما زالت عيشا so he decides to hide قرر أن يختبر on a spaceship على سفينة الفضاء which is traveling to earth نسفر الأرض the problem is he doesn't really know where his parents are ما يعرفش آباء أصلا فين and he might not find them و ممكن ما يلاقهمش طيب the text is about النص ده عن TV series the underlined word clever كلمة clever means معناها intelligent طمعا زكي Frey lives on Wanda بيعيش على كوكب Wanda للمسلسل Wanda Land شيق because it takes place in the future لأنه بيحدث في المستقبل فهي هذه الإجابة التي تضحط هنا what does Frey decide to do ماذا قرر أن يفعل to find his family ليجد عيلته طبعا هو قرر he decides to hide يختبئ on a spaceship على سفينة فضوة which is traveling to earth هي دي الجملة اللي هتتحط هنا هنيجي اللي تشوز بيقولي the A is the place where والمكان حيث we do experiments بنقوم بتجارب بأداء المعمل laboratory students go to the computer classroom الطلاب بيروحوا فصل الكمبيوتر for a lessons من أجل حصص information technology تكنولوجيا المعلومات look انظر the water is coming out of the المية طلعة من الاب ياطف لي بشكل جميل طلعة من الفاونتينز النافورات we play basketball انظر احنا هنلعب كرة سلة في جيمنيز في صلط الالعاب الرياضية هنا في تصحيح الخطأ بيقولي the film was very bored الفيلم كان زحقان لا boring ممل هو مسبب i really love the red flowers انا بحب الزهور الحمراء هي غير عاقل فما اقول which which grow in our garden الترتيب are we of proud school our we are نحن بنكون ايه proud of فخورين بي فخورين بي our school مدرستنا set the let's on pinch let's set هي بنا نجلس on the pinch على المقعد signs where you do study اداة استفهم فعل مساعد where do where do you study science where do you study science اين تدرس علوم الparagraph your school مهم جدا هننتقل لطريقة عرضة تانية تاخد screenshot كده بطل لكل جملة هتظهر لك ويلا بينا نشوف paragraph your school هستخدم كلمة buildings مباني وكلمة garden حديقة يلا بينا طيب نبص مع بعض على paragraph my school paragraph مهم جدا اول جملة هقولها انا فخور بمدرستي بها اربع مباني يبقى دي اول جملة تاني i'm proud of my school انا فخور بمدرستي it has four buildings بها اربع مباني وبعد كده هتكلم على كل مبنى the احمد زويل building is where the احمد زويل building is where مبنى احمد زويل بيكون حيث we study science is where we study science حيث ندرس علوم انا لسه في مبنى احمد زويل there are you get four classrooms اربع فصول and two laboratories ومعملين there are four classrooms you get اربع فصول and two laboratories ومعملين وبالمناسبة المعامل the laboratories المعامل have بها لان هي جمع all the equipment كل المعدات to do experiments لنقوم بالتجارب the laboratories have all the equipment to do experiments تاني مكان the west court الفناء الغربي is a large open area هو منطق مفتوح كبيرة وبعد كده ها قل there is a playground يوجد ملعب and playing field وساح اللعب the west court is a large open area there is a playground and playing field وبعد كده برضو انا في west court there are benches to sit on لتجلس عليها and water fountain ونفور اطمية there are benches to sit on يوجد مقاعد لتجلس عليها and water fountain ونفور اطمية وننتقل لتالت مكان computer classrooms حصص computer are in the IT building بتكون في مبنى تكنولوجيا المعلومات there are ويوجد في المبنى ده over اكتر من 50 desktop computers 50 computer مكتبي computer classrooms حصص computer are in the IT building there are over 50 desktop computers بعد كده هتكلم عن اخر مكان we use the gym or the gymnasium we use the gym بنستخدم the gym to play handball علشان نلعب مثلا handball volley ball during اثناء الكلام ده بيكون اثناء physical education lessons حصص التربية الرياضية والتربية البدنية we use the gym to play handball during physical education lessons ده كده كان paragraph my school مدرستي thank you for watching شكرا جدا للمشاهدة وانا كملت معايا الفيديو للاخر هتوحشني كتير جدا ان شاء الله لغاية السيشان القايي ونبغط يا بطل هقولك سلام goodbye